قال العالم توماس إديسون العديد من إخفاقات الحياة هم ناس لم يدركوا مدى قربهم من النجاح عندما استسلموا بعد نجاح كبير حققتيه لما قدمتي سيرة ذاتية لأمك لسوم أعتزلتي من الألفين للألفين وستة هل بتعتبر صبرينة اليوم قرارك اعتزالك في وقت تزامن مع نجاحك هو إخفاق؟ اه بس كان ليه كذا عوامل يعني كان ليه كذا عامل انه خوفوني جدا انه بقى كل الناس تكتب في الصحافة وكبار الصحافيين يعني ماذا بعد؟ صبرين العدو أمامك والبحر خلفك والله للدرجة اني أنا تقريبا في السنة أم كولسوم ده بعد ما خلصته يعني مسلسل كل السيناريهات مصر كت عندي وكنت بحضر فيلم للأستاذ حسين كمال الله يرحمه سينيما وكان فيه جلسات عمل بينه وبينه وكل ما اجي اقدم على عمل أتخافي ليه؟ لاني نجاح مكولسوم كان نجاح ما حصلش قبل كده لأي ممثل في مصر يعني يعني كانت كانت حالة مش بس نجاحي كأنا صبرين يعني نجاح عمل زي ام كولسوم اعادة ام كولسوم يعني تحسي نجاح في الغنى ونجاح في القصايد ونجاح في الكلمات ونجاح في الألحان ونجاح في التمثيل في كل حاجة وريتي يعني تاريخ مصر العظيم في الفترة دي فبالتالي حسنتي مسؤولية كبيرة وزي ما قلتلك كنت حاسة انه عمل وطني فإيه اللي هقدمه بعد كده؟ أي شخصية بعد كده هيقرنوها هتحصل مقارنة فضيعة ودي كانت غلط مني لإني فيه أنت كنت خايفة من المقارنة ولا أنت اللي ما كنتيش مقتنعة بأي عمل تاني من بعد أم كولسوم؟ لا كنت خايفة من المقارنة زائد انيش مقتنعة بأي عمل تاني بحجم أم كولسوم يعني كنت مثلا لازم استنى عشر سنين يكتب بقى حاجة طب وانا كممثلة فهم قصدي يعني طب وعمل ايه؟ وهفضل عمل حاجات كده؟ طب ما أنا مبيجوبش الزمن كل شوية بحاجة زي كده لأي حد هل هو ده كان سبب الاعتزال؟ والصحافة الصحافة صحيتها كانت شرسة جدا علي جدا وخوفوني قوي من كتر حبهم لي ومن الحب ما قتل زي ما بيقول يعني من كتر هتعملي ايه؟ لأ هو هتعملي حاجة أنا لو من صبرين أعتزل وعد في البيت أنا فيه صحافين كبار كمان تأثرت بكلام كبار آه فبقيه تقرأ؟ كان ساعتها الجرائد هي المتوفرة ما كانش لسه للسوشيال ميديا وعلى الموبايلات والكلام ده فكنت قوم الصبح أقرأت جرائد ألاقي صبرين يعني بجد كانت شيء مربك ندمت على قرار الاعتزال ولا ما ندمتش؟ اه طبعا ندمت طبعا ندمت وياردني كنت سمعت كلام الزمائلي يعني أتذكر محمود عبدالعزيز لله يرحمه أتذكر ريحة الفخراني ربنا اديله طول طول عمر كل الدول كلموني مدم إنام محمد علي وكبار المخرجين وحسين كمال الله الرحمه ليه يا صبرين ليه بقيت قول لهم اصلا انا كده احسن انا عايزة ببيتي وزوجي وحياتي طبعا كان كل ده كلب أنا كنت اهرب على فكرة خايفة من المواجهة غريب أن انتي قلت إن أنت تعلمت كتير من شخصية أم كلسوم بس اعتزلت وأم كلسوم شخصيتها مختلفة تماماً هي سبرت ونجحت وأثبتت نفسها على مدار الأزمنة في حاجة بتتلاقد مع اللي تعلمتيه من شخصية أم كلسوم فيك لا هي ما بتنفيش هي زي ما قلتلك في بداية الأمر لما تكلمني عن سيدة أم كلسوم كان حواليها ناس بيصنعوا تاريخها أنا ما جات ليش أعمال تصنع تاريخ تاني بعد أم كلسوم فإن لو كان حوالي الناس اللي بتصنع التاريخ ده وعملولي عمل بحجم ده وكانوا بيلتفتوا حوالي وإن أنت طاقة لازم تبقى موجودة زي يعني إحنا في مسلسل أم كلسوم كانت مجرد لا أم كلسوم عتلز على فكرة بداية حياتها لما لستوانا نزلت وتخضت وبقت مش عايزة تمثل لما قالوا الأوركسترة المعمم وقامت قاعدة في البيت لما جات لها الفضيحة في الجرائد وأبوها قال لها يلا نرجع تاني كل ده كان أم كلسوم بس الناس كانت بتروح لها وتقول لها تعالي عملي كذا وفيك كذا أنا محطش جايلي أن ده قرار خلاص فالعوامل اللي كانت حاولين أم كلسوم خليتها بقت أم كلسوم برضو